السلام عليكم بلاينا بدأوا باليوقاع اليوم مثل انفجار رغم ونظن توفى وجوز انساء بشاتت القناة القيسية الأولى تصورت ما قصروش على كل حال يلقاوا الناس معنا تغلي قالوا علاش يطلعوا الفوق فما إرهاب ساعة ولا أنت قلت الإرهاب قضينا عليهم فما شيء مش صحيح وثانيا فسروا لهم الناس اللي لوطة في غضب في قمة الغضب وعملين الانتفاضة اللوطة مئات العباد اللي في أسفل جبل السلوم قالوا لهم ما عناش ماء توفى ثلاثة سنين ما عناش ماء والنساء تطلع بجيب الماء من فوق ايتفاش يعمل هاوا فجر عليهم لقم وماتوا انتم مشؤولين انتم مشؤولين على الأرواح هذه وغيرها من الأرواح هانا الشي اللي وقع اليوم نجيه لل اللي حبيتوا نقولهولكم وربما برشة وانسا ما يعرفوش عقدة من العقدة متاع الحاكم بأمره اغرب المواطنين ما يعرفوش اللي الراجل هذا يجهل التاريخ الاستعمار خاصة او يحب يستعمل الاستعمار القديم وجديد متاعنا اللي تعرفوه هذاتي باش يحميه وقالوا انتم ما يكونش استعماروا انتم حماية حتى الصحافي الفرنساوي تعجد مستين في فروسفلتة قالوا عمري ما سمعت كلمتي هكا من انسان اللي حقه يطالب بالاعتذار ويطالب بالجماجم متاع شهدائكم اللي موجودة في ما يسمى الميزيد الام وهو الميزيد الارار ولعيذوا بالله في باريس تعرفوه اللي بحثة توريفال هو قام بأخطر حركة ما خممش فيها وما خممش اللي هي مش تتصور وتثبت عليه من اليوم الى اخر الدهر وهو يبوش في الاكثاف في عقله والفالولة الثانية الثالثة الرابع كاي اسبايح وكاي جومي فكالعهد الاستعمار البيت وفي قرارة نفسه رو في الواقع مين الجمس يقف مع انداده الرؤساء ووقفة الند للند لان في اعماقه يشعر لهو ما يستحقش هات المنصب هذاته وما ينزموش ولذلك فكت وتشوفوه انتو ما كانوا معاملوني مثلاً يبدأ هاتم عطيها كرث ذلو يضحت لها ويقبل منها وظيفة عساس لحدودها مقابل شوية فلوس توا هاته توا هاته ولينا هاتوانسة احنا هو بدأ بفحش الكلام والعاذ بالله الكلم الموحش الاخطير سمان الكل اللي مترشحين ضده واللي في الحبوسات ناس وطنيين وقامات وطنية كبيرة واللي مترشحين جديين أنا نأيدهم وبرك الله فيهم اللي يصبروا وربما يوصل منهم الشتور مشروص لله وعلم بالأقدار يسمينا أوباش تتوارش تيراجعوا كلمة وابش في قاموس العربي يجدوا تشوفوا فحش الكلام والعاذ بالله معناها لقيط ومعناها شرير ومعناها ديوث احنا بكلنا هاته 12 مليون وابش في تونس هكا يسي يسي الحاكم بأمره تحبنا نتشاركه معاك في المذلة هوقفتك تحب تذلنا الكل ويلذم أنت اللي تذلنا بش نوليوك في كيف في المذلة ما لا ونجيوك ونقلوك يا حضرة السلطان الأعظم المعظم كما في وقت سليمان سلطان سليمان يا رجل مهاذل مهاذل في بلاد مش منسوكة في بلاد ما فيهاش قيم لأنه ما يعرفش هو القيم ولما تنشي عملتك ويذل روحه بش يولي وحده ينفرد بالمذلة بشيرتنا معاك في المذلة هانا متشاركين وسواسيه يضيح في وسطنا ويقولت هانا لكل أذلاء لا يا بابا أنا شخصيا نحافظ على قدري ونحافظ على حتى شعار الثورة كرامة وطنية ما اشترفع رأسك يا تونسي ما نذلش نحافظ على ما بقي منقدرنا وما ننخرطوش في هالمهزلة اللي هي مهزلة مسميها انتخابات وهي اللي فيها الانتخابات لا شيء مشات فيها فلوس الناس وهضران فلوس الناس على مرض الله يلزم المحاسبة يلزم المحاسبة على كل هذا ويلزم نشتيو به في تونه الكلام الموحش قالوا على 12 مليون كان فما ناس قالوا تلما هاته غفلين هو لاه قصر يا أوباس اتفرس من هاته خمماتون في وفيق والسلام عليكم